السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا له يوم الثلاثة 23 كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج السرطان وأيضا اليوم في عنا انتقال الزهرة اللي رح تنتقل من برج القوس لا برج الجدي طبعا الحلقة المفصلة صارت موجودة على القناة القمر الآن موجود في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 7 و36 دقيقة من صباح يوم الخميس بنتقل بعدها لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و22 دقيقة مساء من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل القمر بما انه موجود في برج السرطان معناته خلال هذا اليوم منشعر بقوة المشاعر والعاطفة وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط منحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبانا ولا أطفالنا من ميل لا القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منا إنه يذرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام للأكل والشرب ومراقبتهم أنه بالفترة هاي بتكون الشهية مفتوحة لتناول الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء واستئجار أو بيع عقارة أو الاهتمام أو مزيد من الاهتمام بأطفالنا أو قضاء وقت منتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وأربعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا طبعا الساعة ثمانية وخمسين دقيقة صباحا رح ينتقل كوكب الزهرة لبرج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة أربعة وأربع دقائق من عصر يوم ستة عشر اثنين طبعا هذا رح يخلي مواليد برج الجدي يشعروا بتحسن بيطرأ على شكلهم الخارجي وبيشعروا بقوة العاطفة وانجذاب أفراد من الجنس الآخر لا إلهم بيستفيد معهم عاطفيا وماليا وفنيا مواليد الأبراج الترابية والمائية يعني عندنا الثور والهذراء والسرطان العقرب والحوت وأيضا البرج اللي هو رح يتواجد فيه اللي هو برج الجدي وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج الجدي طبعا الحلقة المفصلة عن الزوايا والتأثيرات وكل إشي موجودة بحلقة منفصلة صارت موجودة على القناة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ابنيه تم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني يمكننا العطف والمودة ومنحظة بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية واثنين وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هاي الزاوية هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين من زيادة يعني هيك الضغوطات فاحتمال أنهم يتعرضوا لبعض الحوادث أو الإصابات وما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم أن نقوم بعمليات جراحية كبرى ولكن مراجعات طبية أو أخذ علاجات ما في أي مشكلة عندنا المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي والمبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجنب والصفاق وغشاء الصفاق والبطن اللي هو الغشاء اللي بيغلف جدار البطن الداخلي واللي بيغطي الأعضاء الداخلية في البطن والجهاز اللي نفاوي وعظم الصدر طبعا بالنسبة لهذا اليوم ما في أي مشاكل لا إجراء عملية جراحية لباقي أعضاء الجسم يعني إذا كانت اضطراريلا والقمر بدأ بمرحل الاكتمال فعشان هيك بنحاول قدر الإمكان في هاي الفترة إنه إلا الأشخاص إنه ما فيه داعي إذا بتقدر تأجل العملية أجلها ولكن إذا كان ما فيه مجال للتأجيل اعملها ولكن اللي بيأخذوا مميعات بدهم ينتبهوا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما إن القمر موجود في برج السرطان خلو المسار القادم بيبدأ ساعة 10 و57 دقيقة من مساء يوم الأربعاء وبينتهي الساعة 7 و36 دقيقة صباحا من صباح يوم الخميس يعني بيبدأ بالمساء وبينتهي في الصباح وبينتقل بعدها لبرج الأسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب أو انحسار المكتمل لأنه نسبته 97% اليوم طبعا الآن هو 12 يوم في تمام الساعة 12 و47 دقيقة بعد الظهر بصير 13 يوم نسبة الإضاءة 97% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19-2 منتحس بنسبة 10% القمر في السرطان حتى يوم 25-1 منتحس بنسبة 25% الآن في ساعات المساء سعيد بنسبة 10% عطارد في الجدي حتى يوم 5-2 سعيد بنسبة 45% الآن في ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% الزهرة في القوس ورح تنتقل للجدي زي ما ذكرنا ورح تظل في الجدي ليوم 16-2 سعيد بنسبة 30% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 70% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% وأورا نصف الثور بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شيء أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بتكونوا تحاذروا من التصرفات العدائية وحاولوا أنكم أتخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو بسبب كلام جارح برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور بتنشطوا في السفر والاتصالات اليوم ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لا يجتياز امتحان حاولوا أنكم تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء ودون إثارة المشاكل والتحفظات وما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناشقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وما رح تهدأ وتيرتك برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية خففوا من النفقات قدر المستطاع ممكن تناقشوا موضوع تمويل أو قرضة وممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها وبتفتح أمامك أبواب للحوار والنقاش البناء برر مواقفك ووضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهمش أن ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاق لعمل أو صفحة جديدة وبتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد النشاط لحياتكم اليومية وتعتبر من أجمل أيام الشهر بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بسيطر التعب عليكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب أنجزوا فقط ما بغسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر أو الفشل أو المرض خلال هاي الفترة بتفشل أعمالك في حصد النجاح وبتخيب آمالك لتأجيل أو إلغاب في اللحظات الأخيرة بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تجنب انتقاد أي شخص قلال هذا اليوم بناسبك العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وانت بحاجة للتحالفات وبتفرح لتفاهم الآخرين لا أوضاعك وبتحصل على التأييد وممكن تشارك في ورشة عمل بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين ووسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف ما بيتعاون معاك أهم مش إنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجع لأن الفترة هاي فيها بعض القلق والتوتر بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظا بتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك أهم مش إنك ما تقف ساكن وتحرك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالي المشترك ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اتصرفوا بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع لإعادة بعض الأمور لا نصابها حذروا من مخالفة القوانين والتعليمات وما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن يتعالج موضوع مالي أو إداري برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هاي فترة متوترة ممكن تتورط في أزم ما وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين معني لا بأس في ذلك وممكن يعني يكون فيه نقطة بس بدك تنتبهلها أنه ما توجه أي انتقاد لأي أحد برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا نجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وما تدخلوا في أي مواجهة مع زميل أو مع معاون وحاذروا من التراجع الصحي غير أولوياتك إذا دعت الحاجة وما تعاند وباكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم تعزيز العلاقة معهم ممكن اليوم يعني يقدم لك فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية أو لتعارف أو لارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استعاب الأمور أيضا ممتازة جدا تعتبر هاي فترة إيجابية حاول أنك تستغلها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء